السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين ازيكم عامين ايه يا رب وكنوا بخيروا في احسن حال النهاردة كان ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل رز المعمر الفلاحي هنعمله بطريقة حلوة اوي بجد الطريقة دي ممتازة جدا تعمله حلوة اوي بجد كطعم ريحة حاجة كده خيالي حاجة كده فوق الوصف طبعا الطريقة دي بطريقة ماما ربانا كده يا رب يعطاه الصحة والعافية يا رب بتعمله بطريقة حلوة اوي بجد احلى الرز المعمر تقدر تعمله بطريقة دي بطريقة سهلة وطريقة بسيطة جدا والنتجة في الاخر بيكون ممتازة جدا جدا يلا بقى كده نبدأ معكم فيدي على طول ونقول بسم الله اول حاجة كده عندي الصينية مقاس 30 هنا بقى كده عندي كده معيار او مقدار كبايتين كبار من الرز يعني هتعايير كده ليه كبايت الميا او كبايت العصير آآ بعد كده بتخدي الروز بتخسي لي كده كويس بعد كده بنصفيه هنا بقى كده اخدتوا كده وننزلتوا بخصينية زي بنتون شايفين بالشكل ده بث works وده كده بيكون كمية الروز في الصينية بتعتنا مقاس 30 هنا بقى كده كده عندي بيكون متجاهزة هنا اللوى اللبن او ج Maps و بينكون بردو عندنا هنا كده هنضيف كده معلقتين كبار من اللوى السامنا البلدي طبعا الرز المعامرة الفلاحي هيبقى سامنا بلدي وهيكون برضو لبن بلدي اللي هو لبن جمسي هنا طبعا بتجيب اللبن مثلا وبتسيبه في التلاجة كده لمدة يوم لما يبدأ كده يكون طبقة اللي هي القشطة او الوشة بنشيلها كده الاول في طبق بعد كده هنبدأ بقى ننزل بالاتنين اللتر من اللبن يعني اتنين كيلو من اللبن على مقدار الكوبايتين الرز هنا كده متشايفين بالشكل ده بعد كده هتجيب برضو كده شوية كده من المية هبدأ بقى كده اقلب الرز كويس باللبن بجد الطريقة دي وهمية جدا طبعا اسهله احلى طريقة تقدر تعملي بها اللي هو الرز المعمر الف Bundestريقة دي بعد كده بقى بنضيف نص معلقة كبيرة من الملح او معلقة صغيرة من الملح هنا كده بيديلها تقريبة بحاولينا نقلب الملح كويس مع الرز واللبن بالشكل دة بعد كده بقى ده اللي هي القشطة اللي احنا بنكون شايلنها من على وش اللبن طبعا مع شوية من القشطة كنا برضو شايلنا من البن قبل كده وده كده بيكون اللي هو طريقة المعمر طريقة حلوة قوي بجد ك wound jean album هنا بقى كده الاول بسيب كده الروز باللبن يعن اللي هو المعمر الفلاحي باسوبه كده يتنقع لمدة ساعة لما يبدأ كده يشرب كده من اللبن باسوبه كده من دي الساعة اكاملة زي ما انتم شايفين بالشكل ده بعد كده بقى بنولع الفرن بتاعنا يعنى بنسخن والفرن كده يعنى ما بيعدي ساعة كاملة ببدأ بناضي والا الفرن سيبوه كده يسخن لمدة عشر دقايق. بعد كده بقى اخدت الصينية. دخلتها في الفرن وزا ما انتم شايفين بالشكل ده على درجة حرارة عالية. اللي هي مثلا ميتين وستين او ميتين وخمسين على حسب درجة حرارة الفرن عندك. بنسيب بقى كده لما يبدأ كده اللبن يغلي معانا. بالنسبة بقى لتسوية اللي هو الرز المعمر الفلاحي. بيكون التسوية طبعا دي ما قلت. بندخله كده على درجة حرارة عالية. على درجة ميتين وستين او ماتين وخمسين بعد كده اول ما يبدأ بقى كده الروز يغلي معي هنا بقى كده في اول ربع ساعة او اول عشر دقايق بس هين درجة الدرجة الحرارة عل المية والثمانين بعد كده يبدأ اهدها بالتدريج لغاية مية وستين مية واربعين لما بسيبدأ كده الروز يشرب اللبن كده كويس بعد كده هنا زب انتوا شايفين ببدأ كده الرز بالتدريج يبدأ كده يشرب اللبن يبدأ كده الوش بردك يحمر معانا طبعا احنا بنكون مولعين الفرن من تحت وطبعا انا بكون حطاف الفرن على الشبكة الاولية او رقم واحد من تحت بعد كده بقى زي ما انتم شايفين المعمر الشرب اللبن الروز استوى معانا بعد كده بطلع كده للصنية هنا بقى الاشتاوى ببدأ كده وزع على الوش زي ما انتم شايفين بالشكل ده بعد كده بقى باخدها بقى دخلها الفرن التاني وبسبع كده كمان لمدة خمس دقائية يبدأ بضع المعمر كده يشرب الوش بتاعتنا بعد كده بقى من درجة حط الفرن ممكن ترد كده على المعمر يتحمر وشه لو حابين بقى ندود التحميرة كده شوية بينطف طبعا النار من تحت ومنبدأ كده بقى نولع الشواية من فوق لمدة دقيقة او دقيقتين هنا كده ما انتم شايفين بعد ما سبت كده صنية في الفرن لمدة خمس دقائية بدأت شرب الاشتاوى الوشها بالشكل ده هنا بقى في وقت ده ولعت الشواية او بيبدأ بقى كده المعمر بتاعنا ياخد الوش الجميل او اللون الاحمر الحلو بتاع المعمر بتاعنا وده بقى كده دك طبعا بعد ما اخدت اللون او الوش كده في الفرن بعد كده بقى طفت النار ببدأ بقى كده اجيب غطى وبغطى المعمر بتاع كده في الفرن بسيبه كده لمدة تلات دقائية يبدأ كده النار او الحرارة بتاعت الفرن كده ترد على المعمر وفي الاخر بيكون بالشكل واللمع دي حلوة او بجد جربوها بطريقة دية تعجبكم جدا. هنا بقى كده حبيت كده اواريكو كده شكل الرز بتاعنا عامل ازاي? ما شاء الله طعم حلوة اوي حاجة كده زي الزبدة. آآ ما شاء الله ممتاز جدا. طبعا احنا بنحب الرز بيكون بالشكل ده. هنا الرزية بتكون حلوة اوي بتكون شربة لبن بنحبها تكون طبعا رزية كده يعني تكون مستوية. طبعا هنا الرز بتاعنا مستوي اوي. حلوة اوي بجد طعمه كده بيدف في البقء كده وانتو بتاكلوه. حاجة كده بتودك في حتة تانية بجد جربوها بالطريقة ده تعجبكم جدا. وهنا كده بقى شكل الرز المعمر شايفين قد ايه حلو. بجد طريقة حلوة اوي وطريقة ببسيطة جدا. لو جربتوه مش هببطالي تعملوا رز المعمر قال له بالطريقة دي. ودي احلى واثر طريقة لعمل رز المعمر الفلاحي بالطريقة دي. في الوقت ده بقى ممكن تقولي مسلا تبقى انا بحب مسلا رز يكون مفلفل شوية عن كده. في الوقت ده تقدر بقى تقليل من الاتنين كله من اللبن. تقدر تشيل منه كده حوالي مقدار مج من اللبن. في الوقت ده بقى كده يديك الرز المفلفلة كده دي ما بتحبي. بس بصراحة احلى رز المعمر تقدر تكليب الطريقة دي بتكونوا رزايا حلوة اوي بجد كده بتدفوا باكون تبتاكلوها بامانة. مش هتبطالي تعملوا رز المعمر فلاحي قال له بالطريقة دي. اه كده شارب كده من الخير واخد كده من القشطة. حاجة كده فلاحي كطعم كريحة حاجة كده فوق الوصف ما شاء الله اللهم مبارك. زي ما انتم شايفين كده الشكل بيتكلم عن نفسه. ودي كده كانت طريقتنا النهاردة زي ما قلت على طريقة امي ربنا يبارك لها كده وعطاها الصحة والعافية يا رب. اه دي كده كانت الطريقة بتاعتها بطريقة عمل رز اللي هو المعمر الفلاحي بالطريقة دي. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون للاعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتعليقكم الجميلة. ولو لسه اول مرة تشوفي قناتي اتمنى الاشتراك وتفعيل ذر الجلد الكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد. وان شاء الله تنتظرونا في الوصفات الجاية ودايما نقدم لكم احلى الوصفات. ويدمتم في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.